السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل بياكم موضوعنا اللي هو معادلات التوازن للأجسام الجاسئة وتكلمنا بها انه عندنا ثلاث معادلات مهمة نستخدمها في الحل هي summation fx يساوي 0 summation fy يساوي 0 و summation moment او ممكن نستخدم معادلتين للعزم مع احدى القوى طيب المثال الواضح عمامنا راح نوضح لكم مثال مهمات ايضا تكملة للامثلة السابقة اللي طرقنا عليها و يعني حجينا عليها بالفيديوهات السابقة و احنان يقول the uniform smooth road shown in figure هذا الroad العضو الهيكلي اللي هو موجود احنان هذا طبعا معرض الى قوى و يكون support و يكون يعني محمول على نقطة A اللي هي و احنان يكون اكو عندك smooth wall احنان هاي المنطقة بين الواضحة اماما من smooth wall و كذلك البيوه سي يكون either from top of bottom يكون rulers طيب فهنانا شنو المطلوبين احنانا شنو المطلوبين لقدنا determine the reactions of these support neglect the weight of the road اذا هنانا راح نهمل وزن هذا الroad اذا هنانا راح نهمل وزن هذا الroad اذا هنانا عندي قيمة الوزن المومنت منطيني المومنت 4000 نيوتن متر و اجي بالبداية احول هذا الشكل الى ما يكافئه من الفري بادي دايقرام الفري بادي دايقرام اللي هو مخطط الجسم الحر اللي ذكرنا انا شنو عندي بما انه عندي هنانا قيمة الA touch فاذا راح اجي افرض هنانا قوة A هنانا عندي رولر فبالتالي هفرض قوة للاعلى افرض قوة للاعلى في هذا المنطقة و افرض هنانا ايضا قوة للاعلى حيصر عندي هاي القوة لهاي قوة وهاي قوة تكون مائلة شوفوية الافق الميل مالتي اش قد عندي 30 بما انه هاي القوة عمودية فحصير عادتين قلنا بما انه القوة عمودية فحصر 30 وهي العمود او مننانا وهي العمود تمام فاذا معناها العمودية هتاخذ cosine والافقية هتاخذ sine بالبداية شو نسوي راح نجي نطلع المومنت في نقطة في نقطة معينة فهنانا بس ننتبه هنا عزيزي ننتبه هنا بعملية التحليل عملية التحليل هتكون بالعملية بطريقتين اما نحافظ على نفس ال x وال y x شوف نبقي هذا ال y ونبقي هذا ال x ونحافظ عليهم مثل ما موجود واحلل هاي القوة شوف هاي ال a x تبقى افقية ال a x تبقى افقية سميشن f x اذا علي منه هصير ال a x سالي بليا على اليسار وال c y اضرب هاي مرة في sine 30 واضرب هاي ال by في sine 30 وهاي المعادلة اولى سميشن f y نفس الحالة سميشن f y نفس الحالة سستخدملها ايضا ال c y وال by وراح تكون عندي ال 300 باتجاه الاسفل هاي معادلة ثانية وكذلك اخذ مومنت في نقطة اي اخذ مومنت في نقطة اي هاي حصصفر حصر عندي هذا العزم في المسافة اثنيا وحصر عندي هذا لان الذرع موجودة ال 4 و 2 هاي عمودية عليها 6 وعندي هاي القوة هنانا هحولها الى قوة مائلة يصير ال 300 صير 300 cosin ل 30 صارت لي هاي القوة المائلة بعدها اضربها بالذرع اللي هو اجد مقداره مقداره 8 تساوي صفر وبالتالي انا صار عندي ثلاث معادلات صار عندي ثلاث مجاحيل احل هاي المعادلات سوى وراح اطلع قيمة ال CY وال BY وقيمة ال AX احنا هاي طريقة اولى فزين الطريقة الثانية شي يقول يقول انه انت تقدر شي يسوي تحور ال X وال Y X يعني يعني تفترض انه هذا المائل هو انه هذا هو Y' وهذا هو X' أو X' يعني انه هاي المحاور الجديدة فبالتالي حصر عندك CY وال BY نفس القيمة اللي هي نفسها المجهولة منه اللي راح تحلي له اللي راح تحلي له هو AX وهاي القيمة اللي هي ل300 راح تحلي AX وهاي القيمة اللي هي 300 فبالتالي الحل حيكون ال BY وال CY هي مباشرة انه رأيسا يصير ال BY للأعلى لان بيفتراض انه هذا هو يكون المحور المائل شوف هذا حيكون المحور الجديد هذا يكون ال X وهذا يكون ال Y مالته تمام فيكون هاي المحاور الجديدة بالتحليل فبالتالي ال BY وال CY شوف ما راح اضربها بسان و كوسان ليش لان هي مباشرة حتكون تساوي القيم العمودية زين وبالنسبة من اوجد من ااخذ العزم في نقطة في نقطة ما راح احنان يصير عندي انه راح ااخذ المومنت في اي نقطة ااخذ احنان بال C ااخذ بال A ااخذ بالهذا فبالتالي حيصير عندي احنان قيم جديدة اللي هي لان راح تكون ال AX تحلل بالزاوية وتضرب بالمسافة و راح نوجد القيم فبالتالي انا حيصير عندي نوعين من الحل اما احافظ على القيم و احلل ذني او بالعكس افترض انه المحور ال AX و ال A هي محاور مائلة وبالتالي راح اجي انا اعتمد على المحاور المائلة الجديدة بالنسبة للمثال الاخر The Uniform Track Ramp عندي هاي الخاصة بهال التراك او الالة اللي هي القاشطة اوكي فشن المطلوب من ادنى يريد المطلوب يقول بالتو سايدز اكو هنانا كيبلز فهي الكيبلز يقول حللها اذا طلع مقدار القوة مالتها اول ما هاجحنا اتعلمنا بمحاضرتنا السابقة انه هذا راح اجي اقص من انا هاي حصير عندي راح صر عندي قوة تينشن هاي حصير عندي قوة تينشن في الشكل اوكي هاي هاي هسمية هسمية تي بما انه هاي الزاوية مع الافق يجد 20 درجة اذا هاي الزاوية 20 درجة مع الافق وبالتالي هتكون ايضا عندك احنان هاي 20 درجة هتكون هاي ايضا احنان عندك 20 درجة شوف هاي ايضا هتكون عندك نعنا وهي الأفق 20 درجة زيان هسه شيريد من عندي يقول احسب لي الرياكشينات في نقطة A فبما أنه نقطة A هي نقطة قابلة للحركة الأعلى والأسفل إذن هو بن يعتبر وأيضا مطيرنا هنا بالتفاصيل فيريد مقدار T إذن الAY والAX أيضا هي مجهولة فشيسوي مباشرة أنا حوجد العزم في نقطة A حاخذ العزم في نقطة A شوف مباشرة هنأخذ العزم في نقطة الAY والAX حيتصفر هو شيريد من مقدار T فالT حصير عكس عقارب الساعة أنا عندي هاي T شون ده تفتر تفتر به الشكل هاي القوة شون ده تفتر الـ 400 الوزن هو اللي هو مطيني الوزن 400 باوند هاي الوزن هو 400 باوند تفتر به الشكل واش حصير أصير ناقص T ناقص T لأن هاي رح سصر علي من أصير ناقص T في ساين العشرة شنو ساين العشرة ساين العشرة اللي هو في قيمة السبعة قيمة السبعة إذن هذا شنو في ساين العشرة في قيمة السبعة اللي هو سبعة فوت اللي هو أحنا شرح نسوي هذا مو عندي العشرة هذا تي من اضربه بالساين ش هيطلع لي هتطلع لي هنانا القوة اللي هاي تي ححللها الى قوة قوة افقية خلنرسمها افضل قوة افقية وقوة عمودية هاي تي تمام قوة افقية وقوة عمودية فاضرب وحدة بساين العشرة هاي تي اضربها بساين العشرة في السبعة لبالتالي انا طابقتها ويه هاي القاشطة في السبعة يعني اذا ش راح اسواني عفوا راح اوجد انه ها هنانا ش هسوي هنانا هاي قيمة تي هناخذها عمودية عمودية بالتحليل هالشكل فبما انه عمودية اذا هنانا هتاخذ الزاوية البعيدة هتاخذ ساين العشرة في السبعة الذراع منها الهنانا ويمثل لك سبعة زين بالنسبة للقوة الافقية اللي هي القوة الافقية اللي هي عندك الاربعمية الاربعمية راح تضربها خمسة كوسان لثلاثين خمسة في كوسان ثلاثين اللي هي عمودية على هاي في كوسان ثلاثين في الاربعمية تساوي صفر فبالتالي هتطلع لقيمة التي هي الف اربعمية وخمسة وعشرين فبما انه هوا تو كيابولز من جهة و جهة راح اطلع انه الكيابول الواحد قيمته هو الف اربعمية وخمسة وعشرين على اثنين طبعا اكو تطبيقات مختلفة اكو امثلة مختلفة هذه كل امثلة لازم نتعرف عليها بالتفصيل حتى نقدر انطور قراءتنا لعملية تحليل واستخدام المعادلات في الاجسام الجاسة شكرا جزيلا ان شاء الله نتقيكم في مواضيع جديدة شكرا جزيلا لكم